موسيقى السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلامة نرحب بالضيف أهلا مرجان أهلا وسهلا أهلا بك تنجمشي تعرفنا على نفسك شوية للمستمعين يعرفوك شكون أنت بالضبط سين آه يعطيك صحة أنا جزائرية منا والد ستينت وطربيت في عائلة تقليدية ولكن قارين الأهل تعينا قارين كانوا قلال اللي قارين من والدينا أنا كان عندي زهر وادية كانوا قارين وكنت أنا اللخرة في الأطفال سافيت تربيت في عز وتربيت يعني كانت عندي حرية تعالتفكير حرية تعالتحبير نقول ووش نحب مواليا ما كانوش يضغطوا علي كنت هكذاك يعني لقيت كتابات ولكن باللغة الفرنسية كلش باللغة الفرنسية فقد كنا نهضروا الديرية الدرجة الديرية والكتابات كانوا بالفرنسية كنت نسأل في سبع سنين ستنين ثمانية سنين هكذاك كنت نسأل أسئلة كانوا يخلوني نسألهم وما يصرع لي كنت نسأل حاجات كانوا يعني لعموهم ولا شوية كانوا يغيظهم الحال ولا يزعفوا ولكن والدي كانوا يقولوا نخلوها هذه كانت ربيت في هذه كل حرية قاعدت لي كبرت لليسي الكوليج كلش كنت حيات لبس عليها ولكن الحقت 14-15 نا كما بدأت نخرج واحدة ونشوف المعاملات عن النساء هذيك بدأت ني شوية الزعاف حنا قولو الزعاف بدأت نكشو قولو جموغي بولتي ما عجبنيش الحال كل على النساء كيفاش كانوا يتعاملو منا ومبعدة تيك جبت الباك ومبعدة تيك تخلطت الحالة في البلاد كان عندي لسان شوية ماضي بس كان تربيت على حرية نهضر وش نخمم سفي الحالة والتي تسعيد علي على خطر ما نعرفش نشوف الظلم وندير ديبلوماسية عليها أنا كنشوف الظلم كما نقولو في الزاير عيناني نقولو عيناني ما لا سراولي مشاكل بدأو يسراولي مشاكل ودخلت في الجامعة سراولي مشاكل كبار على خطر مستحيل نقبل حاجات اللي ظلم وحاجات لا أخلاقية لا أخلاقية ما نقدرش نتحمله وهو يعني قدام العينين قاعد الشعب نشوف واحد يضرب واحدة يطح فيها بالدبازي ما نقدرش نسكوت إن بدأو نعيط ولا بدأو ندخل روحي المهم سراولي مشاكل كبار ثم وكنا جماعة تعبنات سراولنا مشاكل تفاهمنا وخرجنا تفاهمنا وروحنا للأوروبا كل واحدة تساعد لأخرى فانا السنة فانا السنة أنا لحقت لفرنسا درت شوية كنت نرغض عند فلانا وعند فلتانا لا فانا السنة اخرجت من جزائي الحقت لفرنسا في 93 93 93 واستقريت كملت قرايتك في تزير ولا كملت قرايتك في فرنسا كملتها في فرنسا عاودت عاودت القراية خاطر كل حقت هنا يا كنت ماشي مليع مرفت خاطر الهربا ماشي سهلا ليقول لك غره اهربوا وسهلوا وتاكلوا سافي غرقوا العاودت من دارة جديد يعني اخرجت من جزائر بعد سنوات السوداء يعني عندما بدت سنوات السوداء بدأو 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 ما كانوش خلاصو كنت في البداية وصراو حاجات منهم اللي هربت بدأو وعندي حبابات صراو فيهم حاجات وعني هربنا هربنا في البداية تاع الاقتيلات ما نحبش ندخل في ذاك الموضوع محنا مش موضوعنا هذا اليوم يعني كمل ممتاز شنو الدراسة متاعك؟ انا الدراسة تاع المنفس دراسة ثانية تاع المنفس حبيت نفهم حبيت نفهم وش صراو أولا حبيت نفهم وصرت لي حاجة واحدة أخرى لما درت عائلتي وجوني الأطفال جيتني في مرة واحدة ديرية ديرية فرنسية يعني أنا كنت نفكر باللغة الفرنسية عرصت بواحدة ديرية؟ لا لا ولكن كان قادر يكون الديرية خطرانا هذه حاجة نحب نقولها أنا يعرف الديريين وديريات كما أنا الديريين وديريات عندهم شخصيات وعندهم حرية في التفكير ومنونة يعني كنت قادرة لو كان جاء الظهر وجابني ما نقولش باللي ما كاينش الديريين لي ما كاش منها هذه هذه زهر يعني كنت قادرة نطح في أمريكاني في شينوي في مغربي في تونسي في جزائري ما عندهش علاقة مغربي مغربي وثالة اللغة سأتي ويعني عاودت لقي تكون خطر في الصغري كنا أنا هضروغ غير بالزيرية وهذا كيفاش نعرف رحي وظرك راني كبرت عندي مراهقين في الدار عندي نفس عني نشخدم بزاف مع المغاربة الخدمة التي قطلية المغاربة الخدمة تلي المغاربة تقصد شمال إفريقيا وإلما المغرب شمال إفريقيا خطراني في باريس وفي باريس مع علم النفس في هذه شعوب نتلاقى معهم بثاف عنش كل مغاربة عنش متكون الشمال إفريقيين خطر مغاربة هي التسمية يعني ربط عندك الحق شمال إفريقيين خطر عادة خطر رحنا يستعملوا كلمة مغاربة على أساس هذا المغرب العربي والأخر المشرق العربي عندك الحق هي ماشي في قصدي عادة كما خطرت تزلق كلمة الله منك عادة بقى اليوم بيش نحكيه في الموضوع مع أنتنا نعلم المشاهدين اليوم بيش نحكيه على موضوع ما هي الأمرات الاجتماعية اللي يعني منها بصيفة عامة الشمال الإفريقي يعني هذا هو الموضوع وبيش نتكلموا أيضا في نفس الشيء على مسألة المصطلحات فانت هادي هي نسألك السؤال الأول فانت هل ترى اللي الشعوب شمال إفريقيا خلينا نركزوا على شمال إفريقيا فانت يعني رغم اللي معنتها المرض موجود في كل العالم الإسلامي أظن يعني يعني كان انتي متفقى معايا إن العالم الإسلامي يعاني من أمراض نفسية بخلاك الشعوب الأخرى نقول لك كلمة برك ما نشعر في لقاء العالم الإسلامي على خطرنا قاسمتهم على زوج العالم الإسلامي اللي باللغة العربية العربية دائرة في جيه والعالم الإسلامي لأخر لا نعرفوش مليح كما الأفغان وكما الأوجب لربي هذه يعني إكسبريشون عندنا يعني يظهر لي باللي ممكن كاين حاجات مفرقين وعندهم مع علاقة مع اللغة ما نقولوش باللي كاين واحد أحسن من الآخر لا كرانان نقارنوا نقارنوا يعني قول باللي رهم كاين عندهم خصوصيات واحد أخرى ولكن سامحني هناك مناطق في شمال إفريقيا يتكلموش العربية جملة واحدة ولكن يعانيوا من نفس الأمراض اللي يتكلموا العربية صح صح المهم عندها علاقة ثانية مع التقاليد المقبل قبل من ظهور الإسلام ما نشو قولك واحد مليح واحد نشو مليحة أنا نقول برك باللي المقارنة يجي وقت اللي تحبس مع بالضبط الصينيين المسلمين الصينيين هذا ما كان يعني برك باللي كاين فرق وحد آخر كي يباسيونو يعني كي مهم ثاني ما نروح دخرا نشوفوه ترى إنه الشعوب الشمال الإفريقية أو الشعوب المتكلمة باللغة العربية بين قوسين أنا ترىها مريضة نفسيا مريضة ومريض خطر وأنا عندي هذك المرض عنده علاقة مع حرية الفكر وكي نقوله حرية الفكر حرية الفكر كي يراه من الواحد اللي يكون مسلم وخاضع للإسلام ما يقدرش حتى يفهم وشيراني حبا نقول وكان يعني مثلا نحكمه جد جدي جد جدي كانت عنده حرية الفكر هذك الفكر مسلسل يمشي وحده يقدر يخمم يقدر يمشي يمشي هذك الفكر كيما الوادي سيل بصح ذك جد جدي اللي الفكر كان يمشي كيما الوادي سيل راه ما كانش مسلم كيما الإسلام يطلب منه راه كان تحرر شوية من الإسلام كان رجعو تقاليت وخلا بناتو يقراه وخلا خلا أنو حتى لحقنا لحقنا لبنات الشعر خاط مطلوق يلبسوا المينيجيب يمشوا يقراه على خطر كان ولا تقاليد ما ولاش ولا قاعد منه غر كلمة إسلام مجرد هوية الإسلام مجرد هوية فقط ولا الفكر هذي كي نقول الفكر المسلسل اللي يتسلسل هكذا يعني يمشي راه حاجة مهمة بزاف على خطر أنا في رأيي لنوفالفاق هذي اللي راهي جيت في البلاد مثلا وراهي جاية حتى في فرنسا هذي الإسلام الجديد اللي ماشي مجرد هوية ولكن بخاتيك يعني إيمان هذا أنا عندي يجيب ونقدر نقول لك كيفاش يجيب بزاف الوسائل باش يعرقلوا ويحبسوا التفكير الحر مثلا مثلا الصالات أو الدعاء الصالات عندك أوقات مهما تكون الدير لازم تحبس وشراك الدير والصالات ملت ماشي خمسة ملت ستة سبعة ثمانية صف النهار تاعك ولي مقسوم أكثر وأنا نعرف في التسعينات كي كنت في الزاير الناس كانت خرجت واحدة الموضة الكلام تبدل ولا تقول كل زوج جمال لازم تقول ما شاء الله ولا خرطي الله ولا حاجة هكذا فهمني هذوك الفعايل هذوك التيكنيك هذوك تاع الكلام أراهم يقطعوا الفكر على خطى الفكر تاعك يكون مسلسل بصح يحبس باش يقول ذلك الكلمة اللي لازمة فهمتك اللي لازمة في الحقيقة لازمة باش هي في الحقيقة باش تتجمل المجموعة الڭروب هي غرل الڭروب هوا يهدر معي فلان لازم فلان يسمعني نقول إن شاء الله ولا بسم الله كي نقول كلمة محمد لازم تقول كيف نقوله كيف نقوله صلى الله عليه وسلم لازم نقولها كل ما الأخر ينطق كلمة محلم لازم أنا نوري له باللي راني فيجيلون الفكرة لا أرى وش يمشي بسلسل فهمتني ولا ما فهمتني نفهم فيك نفهم فيك يعني فكرة ياسر مهمة بالحقيقة يعني عبارة على تكسير تسلسل التفكير هذا 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 ديبيو واحد من السمبتوم كلمة محكمة المرض تقول لازم تفقى معي بليك المرض ليقول المرض مرض راهي معناتها خالية محكومة أماكن في الصحة مضروبة نحن نتلم على المرض النفسي لا المرض النفسي يا كريم المرض النفسي راه كما المرض الأخر راه كين أماكن نفسية أنت خبسي شيك تكون مضروبة كما ضرق هني أعطيت لك الفكر المتسلسل لي تقطع أيوة لكن هذا مهوش بيولوجيك هذا أرانا علم النفس مهوش بيولوجيك علم النفس مهوش بيولوجيك ولكن عنده مقارنة مع المرض البيولوجيك اللي هي أن يكون مرض كيكون مرض راه كين أماكن كيكون بيولوجيك هي أماكن في الجسد وكيكون نفساني هي أماكن في البسيكولوجي تعل الإنسان هذوك الأماكن تكون مضروبة كين حكموا قاع الأماكن مضروبة وكين تكلموا كيفاش راه مضروبة هان القاو المرض أنا بديت بديت مثلا بالفكر على خاطر عندي هو النقطة الأولى المهمة اللي نقدرون نقدرون نوصفوها نقدرون نوصفوها ونقدرون كما لا تمبراتور في الجسد تحكم ترموماترو تحكم له باش تلقى الحمة هذه قرارة قياس القرارة هذه نقدرون نقيسوا كيفاش الفكر يتقدر يتقطع ويتقطع عند أطفال أنا شفت فيديو في فرنسا يقولون لهم كلما تبدأ حاجة تروح الجهنمي لكا ما تقولش بسم الله كي توقف قول بسم الله كي تقعد قول بسم الله كي تغسل يدك قول بسم الله كي تقلقص قول بسم الله كي تحب تجاوب المؤلمة قول بسم الله صافي لازم يقول 77 مرة بسم الله هذا تقطيع في التسلسل يوالي العبت كونبيسيوني يعني يوالي مبرمش يوالي عنده الآلة اللي هي لقيدون تا على واتور لفولون تا على واتور يقول لي ماشي فيه دو و هو يسخيب له بلي راح فيه دو سوف يقول لي الإنسان يمشي كما يقولون الفرنسي يمشي قدام الحذاء تاو قدام سباته ما راح يمشي في سباته راح يمشي قدام روحه أكل 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 مرعب أكل مرعب خطر أكل يمشي قدام نفوسهم قدام معنتها أكوتي بالزيرية أكوتي أي بجنب إذن مع أنت الأمراض النفسية مع أنه هو مريض نفسيا من بين الأمراض النفسية اللي يعيشها الشمال الأفريقي أو ما يسمى بين قوسين المتكلمين بالدرجة أو بالعربية أو بصفة عامة العالم الإسلامي مريض بما يسمى مرض إنه معندها ما عندوش تسلسل في الأفكار وعندو مصطلحات يستعملها يسمع بعض الكلمات كما مثلا يسمع محمد لازم يصابي عليه والصلاة وغيرها هذا كل كونديسيونم ما يسمى معندها الإنسان يعني كونديسيوني بش من الجمش يفكر أصلا إجزاكتما عندك شي مرض آخر من الأمراض يعطينا أمثلة أخرى بتاع أمثلات التي يعاني منها الخوف 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 فسرنا كيف يش الخوف الخوف وهذه الأمراض تلقاهم بطريقة أكبر عند مرضى اللي راهم مرضى نفسيين في المستشفيات مثلا سمحلي نعود نقولي الفكرة الأولى ونعود نأخذ الثانية مفهومة مشكلة لا تقطيع تسلسل الأفكار هذك كاي إن أمراض نفسانية خطيرة ولي مرض بهم يقدروا لقاور وحتهم في المستشفيات كما مرض اللي هكتعرف لها معروفة يعني الواحد يغسل يديها مئة مرة في النهار نقول الواحد نقول الواحد موسوس هاذك الموسوس هاذك راهو عنده خطرات أفكار يقطعوا لذ الفكرة اللي يقولوا باللي أه رك ما قولش أندو تخوى مثلا نأخذوا الواسويس تاع أندو تخوى ولا الواسويس تاعنا بأخذ كل واحد وحكايتو المهم الأفكار تاعوا التسلسل تاعهم ممريض مقطع بالحاجة اللي توسوس فيه هذا تقدر تقارنه مع وش قوت لك قبيلة أو جاب الدين المرض الأخر تاع الخوف عندك نفغوس اللي هي مرض تاع خوف نقدرون نحكمه مثلا اللي لحقوا للمستشفى مثلا أم مرأة اللي عندها مرض خاطر تاع اللونغواز تقول لك ما نحبش ولادي يخرجوا من البيت خطلوا أن يخرجوا تقدر تطاح عليهم ما نش عارفان نجا تقدر تطاح عليهم أمبانو بيبليسيتاك تقدر تضرب وطنو بل نبغت كواء من تقول هاركي تشوف هراهم عاف لانو ما تقدرش تقنحها ما واحد ما يقدر يقنحها فطل مرض ما تقدرش هذي ما تقدرش كامل تتحرك كاين هذا المرض وكاين اللي تقدر شوي يبصح بوجيع الكرش وعند المسلمين ماشي مرض المستشفايات ما يمشوش المستشفايات على الخاطر هذي المرض أكل 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 كما نقولو اللي تتحرك رغم داكور معاه يعني الكل هم يتقاسم نفس المرض يعني الانساس اللي يبدأ مع انت مع جماعة الكل هم مرضى نجمش يعرف اللي هو مريض اي كما هذي الام كي تقول لنا نقول لها ليش بنتك ما مشيتش للمدراسة سبعيان حتى داروا عليك بحثولك الاسيستون سوسيال ووش سلا تقول لك سمعت بلي رح تصب شتوخف تتزلق في الطريق مثلا هذي العائلتها يقولوا راهي ماشي مليحة في رأسها ولا وكان واحد اللي يقول لك نخاف من عذاب القبر العائلت وكان يقول لك عنده الحق عذاب القبر عذاب القبر وشهنم وغير عطيت عطيت مثال كي تقول لك المقصود حتى واحد ما يقدر يلقى لديستونس باش يبعد باش يشوف على خطر كي تكون حاجة ما نعرفوهاش ويلسقوها يحطوا هنه عنيف ويقولوا وشرك تشوف ما نقدروش نعرفوه نقولوا حاجة زرقة ما نقدروش الليلة كانت صغيرة إذا كانت كبيرة ما نقدروش نقولوا ايشو هي نقولوا بعدها عالية شوية باش نشوف لديستونس راهي مهمة باش مساقة لنظرة الأشياء لازم يكون فما مساقة يعني الإنسان هذي مسألة صحيحة ياسر وقل لي هل هي تناسب المثال أم لا القصة إنها فما شخص معنتها مسلم هو متعجب كيفاش معنتها احنا نكره مثلا احنا الملحدين بصفة عامة أو الناديميين ولا غير المسلمين عليش يكره المسلمين فأنت يا أخي قلت له اعمل تجربة صغيرة قوم الصباح وقول لي انتي مكش مسلم وعدي نهار كامل وقول لي انتي مكش مسلم وشوف كيف شنو وشنو بابا ما عادش يحكي معايا امي ما عادش تحكي معايا خويا أضربني تردوني مدار وي سي سا سي سا وانا صرعلي العكس في البالتولك وراني نسلم على جماعات في البالتولك يقولوا لي علش تكره المسلمين نقول لهم دائما نقول لهم وش رك تحكي الناس اللي نحبهم في الدنيا الكل كفر من الأخرين رأهم مسلمين وش رك تتخرط بالفعل 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 يعني هادو ما هنفت كنت احنا علش نوقدو فيهم الاختا نحبوهم ميفيقو على الواحد ايلا ديستانس المسافة اللي تكلمت عليها المسافة لازمة والمسافة لازم الواحد يقعد وحدو وحدو في غرفة في بلال اخرين وهذي مستحيد على خاطر فيما شفت هنا يعسوك وهذي الوحدة الوحدة مهمة بزاف 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 يقدر يلقى روحه بعه نفسه واحد تبدأ تجي هذيك المسافة وبدأ يلقى حريت الفكر متشوفش ونحصل يقضر 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 من الخوف التعالفكر راهي مرحلة زوينة كما يقولون المغاربة لكن تظهر ما اللي مجيش حتى على بالو مجيش شوف احنا يقلنا كلمة مرض راهي المريض سامحني المريض النفساني يعرف روحو لي هو مريض النفساني لا 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 لاcase concrete الخطر اللي يعرف روحه بله هو مريض هذاك راه يروح يشوف تيغاف Markus وهذاك راه يريح ذات، غابد ما للمشكلة اللي عندنا ما اللي… ما راهم شوعين أكل بللي عندهم باللي المشكلة راه فيهم هوما يجو يجيبونا المشكلة وقل لي وليدي أو مرتي أو زوجي والمشكلة هو اللي يعملها وما يشوفش وش راح يعمل أعطينا مثل مثلا مثلا أم تبكي ليل ونهار وتقول لك أنا نحب وليدي يكون ناجح وما يمشيش مع لي ويو وما يدروغيش يكبر وذوركة راح بدا يدير يخشن في راسه وبدأ ما يسمع ليش وباباه راح يدير يدير يدي يدير يخذ لي هذا الطريق اللي بسي قل ها ما هذ الولد راح في عمره تسعة سنين برك ما زاله صغير كيفاش كي تدير جا غلقت عليه وتهدير قدامه على باباه ومنها تسأل شوية في البيت كيفاش يعيشو تعلم باللي راهم كي يدخل في البيت في الليل تقولو باش ما يدوكش الكوابس ولا الكوشمار حاكو اللي دي وتعطيلوه بيبغون بيبغون فيه الماء والسكر تقل لك كي يقولها المحل اللي يقولها يا مادام كيفاش تعتيلوه رفع مرة 9 سنين كيفاش هذا تعتيلو بيبغون ولا سوسات تقول لك انه خطر هو يدرلي كوشمار في الليل والكوابس وها كذير قد مليح ولكن عندك علاقة ما بين تخدم الفم في البليزيغ تعلابوش مع الأب اللي راه يتكيف من الفم وياخذ لدغوب هذي أم راه يتعمل باش وليدها واللي يرجع يشبه الباباه الكلام اللي راه تقول باللي تخاف منه فهمتني ماشي ماشي 100% دايما ولكن هاي انيكزومبل تعمله اللي متناقضة الأفعال مع الكلام وهي معلبة لاش ما بين الوقت اللي تفهم لها بل يا راهي الفعل انتحها يخالف وش راهي حبه راهي تحبس ولي تفهم ماشي وعي يا راهي منها صح تقول باش يرقد مليح باش ينعسم مليح ولكن ما شافتش باللي سيبانو غمال واحد تسع سنين تعطيله لاتوتوتو همتني كيفية همتني كيفية يعني لا شعوريا لا شعوريا راهي كانت حبة الخوف انتحها ادها انه الولد يخرج يشبه الباباه وكانت تعمل باللي انه يخرج يشبه الباباه فهمت؟ همتني لا راهي الفعل انتعله شعور خبيث المرأة هابية مثلا او انساب صفة عامة اللي عندهم امراض نفسية ويجي معنك وتتطلع على حالاتهم شنوه مستوى الثقافة متاحهم او الوعي متاحهم هل الناس عاديين ام فما اشخاص متقفين وعندهم انا يجوني من كل نوع مثلا تلقى في بعض الاحيان يعني هذو ما اللي كما نقوله احنا الاعراب اللي حكيت عليهم واللي معنك هجانب كبير منهم معنك من الاسلام من الخوف وعدم التفكير وما يسمى معنك التحديد الفكر وتقطيع سلسلة العفكار كل هذية اللي نتربىو عليها تلقى انسان مثلا دكتور كبير وي وفهمت وتلقاه في نفس الوقت فهمت في نفس الوقت يعني بنفس الاسلوب متاع انسان يمكن ما هوش قارب لكل كيفاش تفسر هذه الحاجة ايوه ايوه اولا نقولك اللي في المستشفى نا يجوني من كل نوع من كل نوع اللي قاري واللي ماشي قاري وهذي كل الواحد اللي عالم ويعني انجينيار والطبيب على خاطر قسم قسم للشخصية دياله وكاين منطقة في الفكر اللي هي غير خطيرة للذات الشخصية دياله يعني فلان بن فلان وليد فلان زوج فلان اتترا يعني الشخصية العاطفية يقسم الفكر وينحي هذك اللي خاطي الشخصية العاطفية اللي هو ميكانيكي وهذا يخليلو حرية التسلسل وتلقاهم بزاف دياله 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 انجينيار دياله دياله كل ما يريدون لكنها تقنية تقنية ما فيها حتى ريحة عواطف لكن وقت تقوله محمد يقولك صلى الله وعلي وسلم آيوة وخطره الذكاء كان ذكاء في العواطف وكان ذكاء في كل حاجات ذكاء لا ماشي ذكاء واحد كان سبعة وسبعين ذكاء وباش نولي لك الشخصية الجانب اللي فيه العواطف رأهم هذوك عندهم مارض في التفاعل مع الآخر الامباتي التعاطف تعاطف تعرف بلي كان خلل في التعاطف والخلل هذك بلو يكون كبير بلو الناس اللي رأهم في اللي كانوا في داعش هذو قتلوا لهم التعاطف يعني علموا لهم يشوفوا أنه الإنسان الآخر غير إنسان ولكن شيء باش يقدروا يشوفوا يموت يقدروا يشوفوا الريصان يطاحوا ويشدوهما خطرهما راما إنسان كما إحنا نحاولهم يعني كما إنسان يطبع حيوان إيه ولي شوفوا يعني مثلا على الجيل القرآني يقول كان أنعام بل أضل سبيلا يعني يتكلم على اللي معامتها كما نقوله إحنا الملحدين ولا حاجة المسلم وتشوف واحد ملحد ويؤمن بهذه الآية كالأنعام يعني يغذر هذاك الإنسان على أساس إنه أنعام حيوان ولكن هذه رايحة جماشي سهلة المسلمين اللي أنا نعرفهم وانت ثاني تعرفهم ماشي قادرين عليها صعيبة الشاشة طبيعي صعيبة ما يقدروش عليها أنا المسلمين اللي نعرفهم ما يقدروش عليها ما يديروهاش على خطر فيهم التعاطف ما زال فيهم التعاطف ولكن التعاطف مضرب مثلا أنا ينسمحهم ما يبكوش بنفس طريقة كيموت واحد مثلا كافر ما مجيهم ش نفس الدمعة دوق التعاطف راه هو شوف كل حاجة عندها درجات هذيك اللي قلت انتها في الآية تعل الأنعام ويقدر يشوف واحد ما تقدمه هذيك راه التعاطف مات تماما هذيك أنا ما نعرفش بزاف المسلمين اللي هكاك ولكن راه هم درجات بالبزاف وبالصح الكل الكل اللي داخلين عندهم مقيوس مقيوس هذك هذي الديمونسيون مقيوسها ونهار تمثلهم فيها كان بزاف اللي بدأوا يشكوا كي تقولهم لا لا ولد صغير طفل صغير بالصح كافر ما يقولك هوا هذي ما كاش منها كافر ولا ماشي كافر في عمرو خمس سنين أو ما ما يقبلوش هذوك يبدأ يدخلهم الشك خاطر ما ماتش تعاطف يعني هما في الحقيقة يقتلوا الطبيعة الانسانية اللي فيهم آه ماشي هما اللي يقتلوا راي تقتل من الويلادة راي نخرجوا من كرش مواتنا موهاتنا غير نحلوا عيني بلك في كرش موهاتنا دي جا تبدأ هذاك الكونديسيون حمر ما يتولد الانساني أبنول وفي وضنه اي اي والكونديسيون ما هذك راي يبدأ في كرش موهاتنا دونك الحلارة صعيدة بزيف وصعيدة بش يجي الحل وخطر الحل يجي بالمسافة اللي تكلمنا عليها الوحدة لازم الواحد يقدر يقعد وحده بلا خوف بلا خوف وحده يعني اللي هاجر اللي هاجر يقعد بعيد لابلو باردو يعني في معظم الأوقات يلقى نفسوك وما يلقاش نفسوك غير يلحق للخارج ينتمي إلى مجموعة يعاودي يلقاوش خلا لكن فما أشخاص كثير خاصة الجالية المتاعنة اللي موجودة في أوروبا تعيش أنا مثلا نشوف الجالية المتاعنة اللي موجودة في أوروبا تعيش مع أنت متخلف ياسر على الجالية اللي موجودة في شمال إفريقيا يحطش هذا ولا سي سي يعني مثلا نضرب لك مثال مثلا تلقى مثلا طفلة مثلا عايشة في فرنسا ولا عايشة في ألمانيا تخرج تمشي الليبوات وتعمل وتشرب وكل شيء ووقتها مثلا تمشي للدولة مثلا المغرب ولا الجزائر تولي شخص آخر هذي حاجة حاجة أخرى تلقاها مثلا تشرق وتخرج وكل شيء وبعد تقول لك لا الفرجيني تا هذي نقطة ثالثة تكلمنا على التسلسل الأفكار اللي متقطع تكلمنا على الخوف اللي هو الخوف راهو الخوف شكو يخلقوا الوالدين يخلقوا شوف الخوف راهو في البيئة سواسية مع الهواء مع الهواء مع الاخ عشتوزو في البلدين متاعنا مع العشتوزو زيد الموليكول تعالخوف يعني يتنفسو الخوف يتنفسوه يعني يخاف يخاف من بوا يخاف من أم ويخhave من معلم يخاف من الرئيس يخاف من الرب يخاف من كل المx ويخاف من الخزرا الخزرا النظرة الاخر على خاطر هو شخصياً تاعو ما راهيش تامة وراهو يلقاها في النظرة انتع الاخر كي الاخر ينظر ليه ويقولو أو جو تغو كوني بلو لا من عقلك شكا راهي نفسه نفسه تذوب كي سويج ويش كون أنا من أنا يستحق راهو كل واحد راهو مراية تاع الاخر مرآت فهمتني ما لا يخاف يخاف من نظرة نتع الاخر لازم يقعد الاخر يشوف فيه بالنظرة جيدة مليحة سينو هو ينهار ينهار وعليش خطر ما يعرفش نفسه شكون أنا إذا أنا فهمتني كيفاش هذي دون قلنا الخوف والخوف راه مشكلة كبيرة ومنين جاية ويعني يقدرون دير عليا حصة وحدة خطر حبيت نقول لك النقطة فالتالي رك أنت تكلمت عليها وهي النفاق اي دوبل بيخنونيتي يعني شخصية المزدوجة النفاق والنفاق اللي هو يلحق يحبس الكلام الساد يقول لك أنت تدير حوار مع واحد والطبعه أنه يدافع الأفكار التيعه يحبسك يقدر يقول خلاص الكلام حبس خلاص بلا 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 عرقمون علش أخا ثم تحبس ثم لو كان يعود يدور الصفحة يشوف لونيو يشوف الحقيقة أهلا يعني يحبش يسمع ما ما يحبش يسمع الكلمة اللي تقدر تقتل تقتل المسرحية اللي راه تمشي هو ما الكل في مسرحية مسرحية واحد ما راه يعيش في حياته الحقيقية ما كاش واحد يعيش حياته كل واحد يعيش اللياخر إلا المريض المريض والديبخيمة راه يعيش حياته الحقيقية الأخرين يكون ل يعيشوا حياتي تعل الوجه تعل الوجه قرية اليوم كلمة ذا حكتني المسلم يوم الجمعة يفرح مرتين يفرح كي تخلاص الخطبات على الجمعة اللي كانت مملة ويفرح كي يلقى صباته وكي يلقى حذاءه هذه فيها النفاق خطر وش الده يروح يسمح هذه كل الخطبات ملزم ملزم آه وعليش ملزم؟ خاطر يدخل النار هذه نلحقنا الكلمة لغيسك نعم عليش ملزم؟ في غير ملزم علاجة للنار؟ انترك متأكد باللي بها النار ولا بها النظرات الاخرين؟ أنا أقول بها النظرات الاخرين في الحقيقة ما هو خايف من النار خايف من النار خايف من النار يقولوا بشي بشي للنار هاي واه شو كيف هلت المسرحية وأنا راهي؟ حقيقة النار هو عارف بلي كي يموت إلا في آخر دقيقة يقول أشهدوا أن لا إله إلا كل شي تمحى دونك النار ما تمشيش النار تمشي للتخويف بصح واحد ما راه هو خايف من النار في حياته خطر قمت من عارفين بلي عندهم جوكيغ في اليد حتى الآخر دقيقة جوكيغ غي يخرجوا و عنده حجة، يمشي يعمل حجة يذكر كما والذته عمر لذلك الخوف على النار هذيك ره ما يمشيش في الإسلام باللي خاف من ناري واللي إنسان يدير الخير هذيك ما تمشيش خطر كل عارفين باللي عنا جوكير نلعبو به ولا دو جوكير لذلك الخوف في الحقيقة هو الخوف من الآخرين والحقيقة هو أنه المرض بسك سألتني على المرض المرض اللي عندنا في المجتمعات تتعنا هو مرض وهمي كيفش نقولوه إلي انتخوتني كما الجمر في الكنون لازم تعود دايما نتحرك الجمر باش النار تقعد إلي فو انتخوتني مهتمين به يعني يدي ما ينشطو فيه ينشطو فيه ما لنقولك مرض وهمي منشط بالمراض نفسهم كل واحد ينشطو عند الآخر ما يبراش ما يبراش طالما كل واحد راه ي لاهي بالآخر كل واحد لاهي بالآخر وكل واحد خايف من الآخر وكل واحد ينشط هذا المرض خايف من الآخر ويخوف الآخر هو يخايف من الخزرة بالنظرة انتع الآخر وهو في الصباح يخزر وينظر الجار والمرتوب نفس الطريقة ما لا فهمتني مرض وهمي ولكن المرض وهمي رأوا مرض خطير لديليغ طب شنو لديليغ 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 يتقور وحدهم الناس في المستشفيات اللي عندهم الهوز اللي عندهم الهوز ولكن احنا يمنشط روحنا في نفسنا كاين واحد الأخ في البالتولك اسمه كاريم خرج قال لهم انا خرج دين جديد وعندو الحق طريقه مش يفاذ هو دين قال لهم انا نبيه طيب واش دخل واش دخلك على بالك هذه كلمة مهمة جدا خطرة هي داخلة في وشنا عنا نقوله واش دخلك كي في الطقيقة اللي الفرض يلزم نفسه انه ما يدخلش روحه في الاخر يبدو تبدل مسافة هذي كتجيت تعيج يعرف نفسه لكن سامحني في الاسلام يقول لك كلكم راعي وكلكم مسؤولا عن رعيته والاسلام يقول لك مره اه منكر فيغيره بيده فان لم يستطيع فبيلسانه فان لم يستطيع فبيلسانه وذلك عرق الإيمان يعني هوني الاسلام البنية متاعه تقوم على ان كل واحد يهتم بالاخر ايه ولكن في المجتمع ديالنا في المجتمع اللي أنا تربيت فيه كي كنت صغيرة تربيت فيه كانوا لا توراث الاسلام كانت كلمة توراث وخلاص كانوا اللي صلوهما للشيوخة والعجايز وعليش رجع الاسلام بطريقة قوية هاته حسب رأيك لا ابي ابي انا عندي ومن دخلش فيها خطر انا عندي هنا يا مسألة تا بوليتيك اوكي اوكي خلينا من الموضوح هذائبه نرجعوا للأمرات الأخرى مثلا قلنا احنا التسلسل في الأفكار تقطيع التسلسل في الأفكار الخوف الشخصية المزدوجة بتاع المسلم يعيش يعني تقع عنده طبيعة مع أمه طبيعة مع أبوه طبيعة مع أخوه طبيعة مع صاحبه طبيعة واحد يعني كل واحد عنده وجه يعني عنده عشرين الفوجه كما نقولوا احنا ايو احنا امراض معنى أشياء أخرى يعني منها المسلم انا عندي مثلا قبل ما نحكيه على المباشر هوني قبل ما نحكيه في النقاش حكينا على مسألة المصطلحات وي يعني متشوفش ديزيلا فم مشكلة مشكلة هي مشكلة مصطلحات لغلا هذه هي المشكلة الكبيرة الأكبر واسيلة هي هذي واسيلة مشكلة على الواسيلة في الجزائر لكي كنت صغيرة كنا نهضرو تزيرية نهضرو هكا تزيرية نهضركها معاك راني نرد بالي على كلام نعربو شوية خطر عندنا ماشي نفس الدرجة شوية بس حكو كنت نقدر نتكلم ربع سوية غير بتزيرية يا ربي من ذاك تجي كلمة فرنساوية ولكن كلمة أمازيغ يدخلوا فيها عندنا من دخلين ولكن في التسعينات في التسعينات أنا من حاجة اللي ضربتني كما قولوا ضربني القاز للراس كانوا يقولوا لي كانوا اللي صغار علي الشباب اللي كانوا صغار علي كانوا بداوي ومام صديقات التوعي كانوا يلعبوها كما قولوا ولا ديرية تعدلوها ولا ويدخلوا واحد لكلام جمل دي فورمول جمل جمل كاملة كتس السؤال هذا السؤال يجيك جواب كامل بالعربية الفصحة مثلا أعطيني مثل آه ما نش قادرة ما نش قادرة نحفظهم هذا كل كلام اللي فيه ما شاء الله والسلام عليكم سوخت ما شاء الله تبرك الله تبارك الله فيها ما شاء الله هذا الكلام على بالك باللي هادو كلي فورمول هوما ما شو قولو ما جاوش كما كلمة اسبانيولية دخلت في الزيرية كما سبات ولا نقوله سبات وجات مسبانيولية هذي كما كلمة سندويج جات في الفرنسية خاطر السندويج كلمة ما كينش بالفرنسية داوه هذي كلمة يدخل هذيك حاجة عادية عادية خطر لغاته كل كل يكبروا يتعمروا بلغاته اخرين ولكن هذي جات بمخصو انتية جات كما الغزو جا غزو غزو تعكالام مش هذيها نتيجة سياسة التعريب يعني بصفة عام لا خاطر سياسة التعريب أنا كنت صغيرة كي بدأت لا هذي ما شنو شنو اللي جابها هذي هذا الغزو هذا غزو جامعة السلافيين هذيك مع الموضة ذيك اللي تدخل فيها البوليتيك أنا عندي فيها درام وفيها البوليتيك المهم half gun جامعة möglich جامعة الباربول ولكلام تغير وشوفت ثم بللي الزيريين قال لي ما يعرفوش يا هدرو tego هذي droit أنا هدر في البالتولك ما يعرفوش هنس Pengdo العربية الفصحى أو الفرنسي هنقوله هدر لي بالدرجة ta cid Mess decision هدر لي بالدرجة ولا يكتش لك بالشرقي مثلا أنا في بعض الأحيان نسمع بعض المقابلات مع بعض الأو حتى في البالتولك يجيني واحد يتزير ينسخيبوا لبناني ولا نسخيبوا مصري إيبا هذه رحي فيها نوع من الزواج الشخصية هذا رحي لماذا أنت إنسان يعني يخلي لغة أمه لتعلمها ويمشي يتكلم على خاطر لو كان يبدأ يتخمم بالدرجة دياله يبدأ يلايم الشخصية تقول لي رحي كانت متفككة الدرجة تعطي الحرية تحذك التخمام وروح ترجم بالعربية الدرجة تسمع حاجات ما تتقبلهمش كافر مغربي كافر مغربي كيف ترجم حاجات التعدين باللهجة المغربية ما تقبلهمش شكون المسلم اللي يتقبلهم شحرة تدخل في الإلحاد ولا في الروبوبية بالفيديو وتتيلو دخل في الشك ما نقولش دخل في الإلحاد خطر معلبي كما شاسمه راشيد اللي حكموا عليه خمسة سنين حبس اللي عمل الإسلام بالدرجة الجزائرية آآ 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 آ� استعمار. استعمار اللغة. استعمار. استعمار باللغة. وهذه بدأت نقول في التسعينات وعليش أولا إزدي واجهة ورحنا لفكر المصطلحات ويكونا هدرا عن المصطلحات. مصطلحات. ضربنا بعض المصطلحات مثلا كلمة مثلا كلمة أبوستازية اللي هي بالفرنساوية يعني الخروج من دين. مثلا واحد يخرج من دين المسيح ينسانيوه مع أنتك الكان أبوستات. بالإسلام نجي ونرقاها الردة. الردة يعني يرجع إلى حلف. بالفرنسية هي ريغرسيون. ريغرسيون يعني الردة هي ريغرسيون مش أبوستات. أبوستات عندما نجيوه نترجموها شنوه مع أنتك يترجموها بالعربية شو نجيوه. لازم نلقاولها لازم نلقاولها كلمة. ممكننا كنش الكلمة هذيك. مفمنا شيء. لازم نترجموها مثلا على جوجل أو حاجة تكتبها بوستات تلقى الردة. وهي لديها حتى علاقة لها بوستات ما لديها حتى علاقة بالردة. تصح بهذا الطريقة بهذا الطريقة. كيف حال من واحد يضربها في جوجل يلقاك؟ كيف حال من واحد رامي؟ كيف نقوله يماش شوفيه كما يحبوه؟ يماني توليوه كما يحبوه؟ كما مثلا كلمة الضرة اللي هي بالعربية الفصحة نمالة كبيرة ردوها لاتو. ايه لازم نرجعو حنايا باللغة لازم نلقاو كلام لازم لا توم نلقاولو اسم بالعربية اللي ماشي ذرة. كلمة جديدة خطر اهتم كنت مكاينش. هاي هما عندهم الذرة هي نمالة. أبو ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري اللي هو. علش سموها أبو ذر الغفاري. كما سمو أبو هريرة. أبو هريرة كان عندو قيطة. أبو هريرة. وأبو ذر الغفاري كان لا. يعني يحتم بالنمل. فانتو تشوف نملة. بيقتلهاش. فسموها أبو ذر. ايه. فام. شو كما قلت لك كلمة بالفرنسية. كين قولو جي مانجي أن سندويتش. فرنسية والسندويتش لا يوجد فرنسية. ايه. لكن كان لازم يخلقوا كلمة على خطر. هما ما عندهمش. هذا الأكل ما عندهمش. ايه. لازم يخلقوا له أسم جديد. العرب كما كانت. يا أخي وحد النهار وحد الدولة دارت عليهم. قلت لهم أنا يسمي كود ديواغ. هما يسموها صح للعاج. قلت لهم ما يسميش صح للعاج. خطر يحبوا يعربوا. لا والمصيبة الزرقة نحكي هالي واحد سوداني. قال لي عليش احنا يسميونا السودان. هذا اسم عنصري. السودان يعني أسود. فهمتك. فهمتك. عليش تسميو فينا في السودان. مش كون قال لك احنا اسمنا النوبة. ما اسمناش السودان. ايه. ايه. صح. يعني مصطلح مسمين دولة كابلة باسم عنصري. لذلك الكلام ارى لازم نفكروا في الكلام. ولازم نقولوا باللكلام هذا. حقنا فيه. ونخلقوا الكلمات جديدة المصطلحات اللي لازمهم إنا. خطر الحالة راي تتطور. كما مثلا انتي قلت لي قبيليك على مسلة لغيسك. لغيسك الفرنسية يعني نجو نترجموها بالعربية قلت لي تلقاها اشنوها؟ خطر. الخطر. يعني الانسان ما لازموش ياخد لغيسك. وهو يقول لك كما مثل في الفرنسية يقول لك سلويكي نوغيسكوريان نوغاغيان. ايه. 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 يعني تترجموها بالعربية المخاطرة. يعني واحد خاطر. لازم كلمة جديدة. لازم كلمة جديدة خاطرها خاطرة. كل مخاطرة هي جاي من الخطر. ايه. يعني لازم كلمة خاطر. ايه. خلاص. شوف. لغيسك كما بولتها انتايا كينوغيسكوريان نغيان على خطر كلمة ريسك. راي فيها زوج حالات. حالة ننجح وحالة نخسر. في حالة ننجح الحل أو البنفيس راهو إميديا. وكبير. أه. 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 يعني وكبير. يعني حالة نربح يعني عندي ربح كبير. ربح وإميديا يعني حاليا. 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 في الدقيقة هذيك. والحالة الثانية كين يعني نخسر. ما ننجحت في المشروع اللي كنت ديره ولكن ننجحت تجربة جديدة. حاليا. 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 نخسر أو نربح. وفي حالتين كين نربح. ربح يعني أما نربح التجربة أما نربح بالفعل. حاليا. ولكن في الخطر ما كين إلا الخسارة. بالفعل. بالفعل. يعني هذه مسألة خطيرة جدا. يعني المصطلحات يعني عنها كبيرة. ومثلا في بعض النقاشات. أنت متلاحظتش في النقاشات مع بعض المسلمين. تلقاه أنت تحكي معاه في كلام. وهو ما يسمعكش. يعني يجاوبك خارج الموضوع. آه. ما هو هذه المشكلة؟ آه. يعني أنا أنت هتبني وقول يخي ما. يخي ما كله ماكش قاعد تقرأ. ما هو كتبت لك أنا. وحتى ثلاثة ساعات تحكي معاه. أنت تحكي معاه. تحكي معاه. وهو يجاوبك خارج الموضوع. وفي حالات أخرى يسبك. آه. ولا يبلوكيك. هذاك. هذاك. إن تارك كنت متوقع باللي كنت تناقشه. ولكن في الحقيقة. أبدا ما كان يدخل باشي يناقش معك. على خاطر. كيدخل. كان داير باللي. هو عنده ريستالة. وإنت جاي كيلا 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 كيما قوله. الطاجين أو الفاز أو الطبسي. نحب هذه الكلمة اللي هي ماشي عربية ولكن أمازيغية. يعني فارغ. وهو جاي باش يحط فيك شيء. والطبسي يا كريم ما يتكلمش. والطاجين ما يتكلمش. وش أنت تتكلم؟ في ويش ترك تتكلم؟ ما نسمعوش الطاجين أو الطبسي. الطبسي لازم برك يتعمر. ولكن في البالتولك أنا عندي ناس كيما هكذاك. في البالتولك. وتعلمت كيفاش نقدر نحكمهم. يعني ما ندخلش في موضوع آخر. وعندنا مسلمين واحد أخرين يتقبلوا الحوار كاينين. كاينين. تقبلوا الحوار. وحوار يجي مهم جدا وشيق. وتخيص وخدقون. وكاين اللي يقعدوا يعني يتابعوا ويجوا. خطر هذو يجوا في حوار أنت صح. يعني هما يجي كإنسان ويحب وراه عنده كوريوزيته عنده ويحب يعرف رأي إنسان آخر. وكي تتكلم يسمعك وهذك الفكرة تدير في حالة ويحوس يلقى لها حل ويقول الحل اللي عنده وانت ترجع له وهذا هو الحوار. أما الآخر راه يدخل كواحد رافد رافد شوف هو نفسيته أو شخصيته في ذيك الدقيقة راهي دائرة حول من أنا؟ أنا هو الذي حامل الإسلام ولازم ندافع عليه. شخصيته، التعريف تع شخصيته هو مدافع عن الإسلام. لو كان تقتله، لو كان تقتله دعاياً تعورك تقتله هو. هو الشخصية تعريف ديالها. أنا قتله وش كنت يعرفي بالنفسي قتلك أنا جزائريات ولد في هذا وكذا. هو في ذيك الدقيقة تعريف دياله هو أنا مسلم لازم ندافع الإسلام. ما لا يجي عنده الشخصية أنت أكل دائرة حول الأفوكا محامي الإسلام. وانت كأنستنسيل كنش نقوله يعني فاز أو إن كنتونان، علبة، علبة فارغة، نبق، ولازم يحط فيك يدير الواجب دياله، يحط فيك وش عنده هو باش يدير الواجب دياله. كي تبدأ أنت تتكلم وتقطع له ذيك الخدمات تاعه وتقعد تتعالف هكذا كي يسبك يسبك. والسب وشنو هو؟ السب يا كريم، ونرجع للموضوع آخر، يقولوا الفرنسيين أو الأوروبيين يقولوا بزيف يطيحوا في الكلام، يقولوا كلام العيبي يطيحوا بزيف، والمثل من ما يطيحوش، ولكن أنا نقول لهم يا ودي التطيح، سدوا اذنك، وغلقوا اذنك، وخلاص، ما فيها والو. سدوا دي جرومو، وغلقوا اذنك إلى جينتك، ولكن الكلام راح ما يديرش، ما يضرش كمالقتيلة على الصح أو الضرب أو البونية أو التطيح، وغلقوا الكلام، سيتون أغرسيون، ولكن أغرسيون، كيش نقولوا أغرسيون بالعربية؟ أغرسيون تعدى؟ تعدى، تعدى سامبوليك، رمزي، والضرب الحقيقي راهو تعدى واقعي، أنا أصحاباتي اللي نضربوا ولا اللي نقتلوا ولا اللي صرا فيهم واقعي، واللي تسبت راه رمزي برك، ليس كوني يدمر بالسردان الرمز؟ إيه، بس صح هذاك على المثال اللي اعطيته لي، هذاك الواحد اللي يتقلق من الكلام التاعك اللي قطعتوه، هو يحط في العلبة ديالك، يحط في الأمانة اللي في يده، اللي هي أمانة الدفاع عن الإسلام، كنت تقعد تشد تشد هكذاك، يعتمد رائع تشدون، فإن مثل، كنت تشاد щد اتقاعك، حمتني؟ انه، ساد sackوا في الغسور، يوسدكم ش配 رفع، هذا هو، لماذا تبر Пр، et il se défend parce qu'il se sent attaqué parce que tu as résisté tu devais être tu devais être juste un être vide qui entend qui dit ah je ne savais pas ah bon d'accord non 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 oui et tu peux avoir peur après anytime il s'éritage dans les débuts on dit on dit on dit on dit on dit on dit il dit on dit tu es et tu reviendra ou tu reviendra ou tu reviendra je peux je peux je peux quand on y a parlé des noms les mots sont les mots qui sont des noms des mots بالنسبة لشمال إفريقيا لازمهم يفهموه بلغة الأم فهمت يعني ما يفهموهش باللغة اللي ما يفهموهاش يعني لو مبدلوا القرآن بالدارشة التونسية ولا الدارشة السزائرية لو حتى حد ما عادش يرى القرآن مقدس أو مهم خطر أكثرهم يقرؤوا فيه ما يفهموهش حدثنا نذكرلك بدامك أنت مع أنت مختصة في هذه المسألة يعني علم النفس المسألة علاش تلقى مثلنا نحكي مع مسيح نحكي مع كل الديانات بصفة عامة وقتها تمثلوا المقدس متاعه عادي نقول أنا مرة واحد هندوكي بودي بودي يعني معانتها استهنت بالمقدس متاعه ياخي ما تغششتش قلت له علش مش ملغش علش ما تغششتش قال لي خطر مقدس ليانا أنا ما عنديش الحق نستهين بي أما أنت حر دينا من مسلم كيتمثلوا المقدس متاعه أو الفكرة متاعه كأنك مسيته هو بل يقول لك أضربني وقتني ومتمثلوا المقدس متاعه علش هذه المشكلة المشكلة النفسية أنا نقول لك بنفس الطريقة هذا المسلم اللي ركت عطا عليه بهذا الطريقة خطر أن أنا عارف مسلمين واحدة أخرين يقول لك يا أخويا أنا يا المقدس ليان أنت تقول وش تحب هذاك اللي يقول لك أنت تقول وش تحب الإيمان التاعه يقعد طويل خطر عنده إيمان هذاك اللي يقعد متعنف هذاك قادر كما يقول للعرب من يوم مني لضوحا ولا معلبيش كيف يقولوا من يوم الغدوة يقدر يقلب الفيستا من يوم الغدوة يقدر يقلب الفيستا ويبدأ يشرب ويبدأ يقلب في نهار يقدر يقلب هذيك الفيستا ألوك الأخر اللي يقول لك أنت حر دين وش تحب هذاك عنده وحد الإيمان في إله يقدر يكون كما المؤمنين الأخرين عنده لأفواء ورعم كيف كيف الديانات والإيمانات كيف كيفة اللي عندهم اللي متعصبين فاني اللي متعصبين هكك راهي راهي حكاية نظرة وش كون أنا راهي فيها مشكلة نرجيسية يعني شك في روحه ولا راكم السيتلي في أنا خاطر اللي كان يبدأ يخمم ولا يفكر دقيقة برك يفكر دقيقة برك يلقى باللي راه في الدقيقة اللي تنرفز خاطر انتسب بتربي في ذيك الدقيقة راهي ولا هو أقوى من ربي خاطر في نفس دقيقة راهي ولا المحامي ديالو واللي يقول محامي ديالو راهي معنى كابل لله بيستحقه يا ولا لا محتاج لي يعني هو يدفع على ربي يعني كانوا ربي من يجبش يدفع على ربي ايه واللي عنده لفوة يقول لك لا لا ما يستحقش أنا 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 من خاطر أنا أنا من ما تجيش الفكرة انه يدفع على على كائن هو ديرو أعلى من كلش ما تجيش الفكرة هذاك ما يتنرفز شو كان في المسلمين أنا عندي أصدقاء مسلمين ما تجيهمش هذه الفكرة ليه تجيهم الفكرة هذو كراهي مشي مشكلة تعفوة ايه فما مشكلة أخرى مشكلة تلقى مثلا بعض الأحيان مثلا دون ناقش وواحد تلقى واحدة مثلا تطلع تبدأ تناقش لك وكل شي والإسلام والحجاب وكل شي بعد تسألها تقول لها انت بتحشبها تقول لك لا ولا تقول لها انت تصلي يقول لك لا تقول لك لا تقول لك لا بسحراء وراح يهديني يعني سنوك تاربي يهديني يعني شمية هدية الطريقة يعني شنو رايز فيها من ناحية نفسية او مثلا في بعض الأحيان بعض الأشخاص انا نناقش معاهم مسلمين يقول لك لا انا من نجمش نناقش معاك خطر من نعرش الإسلام كيفاش تؤمن بحاجة ما تعرفيش ايه هذه زوج مواضيع أنا نحب زوج مواضيع الموضوع اللول اللي نحبه خطر كاينة واحدة تديرت بزاف الانترنت ما نقولش اسملة ما ندلهاش لها ببليسيتي هذوك ناس حيليين حيليين وفاقوا هذوك يقول لك نعيش حتى الموت وفي آخر دقيقة نخرج الجوكاخ نخرج الجوكاخ نعم المنافقين والمنافقين في أسفل من النار هذوك منافقين بصحيليين نقولك علش نروح ندخل روح إيانا يا فيش كارا ونلبس جي الباب نربح الوقت هذا ما كان منافقين والمنافق يقدر يمكن يكون منافق مع نفسه حاجة ما قلنا هاش المسلمين ما يعرفوش السعادة اللي يقول لي باللي المسلم يعرف السعادة ماكاش منها سوخته حاليا ما يعرفوش السعادة ما يقدروش يعرفو السعادة ماذا تعرفوش السعادة؟ تنجبش تعرفونا ماذا هو السعادة؟ خطر أنا عندي مصطلح للسعادة منعرش هل يوافق النظرة خطر سعادة كلمة واعرة سعادة حبي تقول رحت البال في الحق رحت البال أنا بالنسبة لي مثلا ديما نقول أنا نكون سعيد وقتا نعمل اللي نحب اللي نحب هو أنا يعني في خدمة مثلا ساعات نخدم خدمة ما تعجبنيش نبدأ الوقت نستنى فيه وقت تشوفها بينما الخدمة اللي نخدمها وأنا نحبها الوقت يتعدى فيه سعادة ولكن ما تقدرش تمشي هذا التعريف وعليش؟ على خاطر السعادة هي عندها علاقة مع الزمن مع الوقت تقدر تكون في العمل تاعك ساعة ما ركش فرحان على خاطر عندك مشكلة مشكلة وما ركش مليح ولكن عمات أنا رك سعيد كلمة صعيبة ما كنت حابة نقول رحت البال نقدر نقول ورحت البال وعليش مهم ما رحت البال ونقول عندهم مش رحت البال وعليش ما عندهم مش رحت البال على خاطر باش يكون البال مرتاح أول شرط هو أنه يكون ممكن الوجود تحتك البال في ذاته وانا نقول البال أو الوعي ما راهوش موجود على خاطر راهو كولونيزي بأفكار و بأشياء من الخارج من الخارج مالا قبل ما يكون مرتاح لازم دابوغ يكون الوعي الكون ما كانش الوعي ما كانش أول شرط لا يكون شرطيش على الشخص اللي يقول لك أنا ما ننجمش ناقشك على الإسلام على خاطر من عرش الإسلام هذك سهلة، هذك سهلة، هذك سهلة، هذك الخوف ربها الخوف هذك يقول لك يعني كيش إنسان مثلا يقول اللي هو مسلم وما يعرف شي على إسلام وما تجيش ما يقول لك ما نحبش، ما نطع نشوف ما نحبش نعرف أصلا خاطر إلا يشوف وش يلقى، شوف كريم وكاينة واحد المثل الجزائري يقول لك خلي البير بغطاه على خاطر إلا حليت لغطانا حيت لغيت بتاع البير وخرجت الفوحة انتاع الموت اللي راهم مرميين لدي خلا وش راح تلقى كيترفد لغطا وش راح تلقى سواء تلقى باللي كلش خرطي ونتا عديد خمسين سنة تتعكذب ووالديك ثمانين سنة تتعكذب ووالديهم ثمانين سنة تأكذب كاتاستخف ولا تلقى عذاب القبر فانتوني واش رح تلقى من غير هذ الأمور تلقى هذا الزوج خليهم غدى وخلاص هل هو واعي اللي يدينا حكاية فارغة هو واعي اللي يقدر يلقى وحده من الزوج في زوج ماشي ملاح في زوج يخوفو يخوفو في زوج يخوفو خطر الحالة الأولى عذاب القبر كي لقى هذي شاعة قعقائلينها ويخاف منها الحاجة الثانية يلقى بلي كل شكذب لقى كل شكذب على السبعة تأصبح يروحوا مع القهوة مع العائلة قولهم يا ويا الخوارة كل شكذب تتصور تتصور جاحيم جاحيم حبيت نسألك هنا سؤال يمكن نخرج شوية على الموضوع أنا هذا سؤال يعني تطرح أخيرا أنت قبل إكا قلت اللي القتل ماهوش مسألة سهلة وأنا متفق معاك في المسألة هذه لأن أنا كنت إسلامي ونعرف شنو هذيك الأمور مثلا ما يسمى بتوبة الإسلاميين اللي قتلوا فانتا يعني توبتهم أو العفو عنهم شنو ما رايك أنت ما أنت هالأشخاص هذومة اللي قتلوا فانتا هالي نجموا يرجو يعيشوا حياة عادية خطر في الحق على حساب القرية التاعي في الحق لازم يجيهم يعني ديبخيسيون يعني يجيهم مرضي ما يقولوش نفس الشخص مثلا أشخاص اللي أحكيت عليهم الجزائر أنا أقول لك أنا أقول لك كاين زوج نهدر عموميا بعلم النفس ومبعد نهدر شخصيا عموميا ممكن كاين ناس قتالين في الجزائر ولا في آخر وصرات فيهم اضطيراب نفسي وفاق وإتساتيغا هذو كرام يديروا ديبخيسيون ويمرضوا ويديروا وتحليل نفسهم ولو يتحركوا بصح ويأجبرا ولكن يقولوا ما شي كما كانوا بكري أما ما انتنا على الشخصيات الأخرين العفو وإتساتيغا هذي كنقول لك باللي عندها علاقة ديغاكت مع حياة الشخصية واللي قلت لك ما نحبش نتكلم عليها على خطر هذوك السنين يعني صراو حاجات ما يقدرش العقل يتقبلهم وأنا عقلي ما يتقبلهمش ده خليني نبعد على اللي عشت وانتي ونطرح لك مشكلة أخرى متاع ما يسمى المجاهدين التوانسة اللي في سوريا فما نقاش أخيرا في تونس حاول عودتهم لتونس جماعة يقول لك لازوهم يرجعوا لتونس وجماعة ونعملو لهم عفو فهمت وجماعة يقول لك لا ما يرجعوش لتونس وما يدخلوش لتونس هما تقريبا معدها بالمئات أنا شخصيا أنا شخصيا أنا رأي شخصي توقونوا أنا في فيديو بالتفاصيل أما أنا بالنسبة لي التوانسة يرجعوا لبلادهم الزيرية يرجعوا لبلادهم خطر ما فهمش ما عشت نقول احنا الخمج متاع انا اخذوها احنا وانا نروحوا نبعثوهم للمريخ لا خلق لا ما يرجعوش لتونس يبقوا في يمشوا في بلاسة أخرى ولا ما يرجعوا في تونس عندما شخص لا خطر كي يقعدوا في بلاسة أخرى يولدوا أطفال واحد أخرين ودخلوا فيهم لازم يرجعوا للبلاد ويديروا كيف يقولوا سكوت بكو دعجان يديروا دي سلول دي منيبولاشون منتال لا هم بشي رجعوهم من تونس وبيش يصيبوهم هل يشكلوا خطر آه وي يعني خطر على شكون وين ما كانوا يشكلوا خطر المهم وين ما كانوا يشكلوا خطر اما انتي مثلا كفسيكولوج يعني كطبيب تعلم نفس هل تشوف يرجعوا لبلادهم ولا ما يرجعوش احنا في فرنسا عندنا هذ المشكلة وحنا ران نجيبوهم في فرنسا ونباحثوه دي ركتمن ران عندنا ان سلول والحكومة راه يدير هذل السلول باش ناخدوهم باش نعالجوهم باش يرجعوهم يحبوا يقعدوا مسلمين يقعدوا مسلمين ينحولوا ماذا كلو لاباج دو سيرفو في فرنسا كينا انتي تتطور اللي المسلم الجهادي او الارهابي يعملوا لاباج دو سيرفو وإلا شنوه بالضبط او معانتها شنوه خطر مثلا انت ويقول لك أنا عندي لاباج دو سيرفو لاباج دو سيرفو به مثلا هذوم الاشخاص الارهابيين بصفة عامة يقول لك اكثرهم عندهم مشاكل مادية ولا عندهم مشاكل نفسية ولا عندهم مشاكل اجتماعية ولا عائلية لكن في الحقيقة فما منهم يعني طبا وفما منهم اشخاص يعني مثلا الطبيب المصري طبيب يعني وشاة وشاة يختر روح وفجأة روحوا في سوريا يعني كيفاش تفسر هذه الحالة أنا عندي حاجة سهلة خطر مشي أول مرة تصرى أول مرة تصرى بهذه الطريقة ولكن هذا اللغة جدو سيرفو مشي أول مرة يصرى كيفاش كان يدير بول بوت مع الجيش ديالو كماش داروا الرواسة كماش داروا بزاف كشو نقولو بزاف دينستانس عملوا بهذا الطريقة رجعو العباد رجعوهم قطالين مايبوناسون لسبوع يعني بيانسور هذا حاجة ماش جديدة بلك اللي جديد هو استعمال الدين تالإسلام واستعمال بها طريقة والقاو يعني الحاجة اللي grave سك اللقاو صادة أنيكو مع الكتابات المكتوب يعني القاوية كما نقول نص مقدس ايوه هاو الدنجي بول بوت ملقاش حاجة اللي راحات تكمل غضواء يعودوا يخرجوا لك ماغوج ويذبحوا منها اما القتيلات تتعليك ماغوج ولا تعوحد اخرين كانوا كيف كيف يخرجوا اللي بيبي من كرشي ماه ويقطعوا الريصان كيف كيف ويقطعوا فيهم هذا التعاطف يعني لفاسون دو فيغ راي حاجة معروفة في علمه ويذا بالكلام يتم ويذا بالكلام يتم آه السيلول هذو فيها دراهم بزاف على خاطر بالكلام و بالكونديسيونمون سوف يدير مثلا كانوا عندها وحد العشرين سنة ولا كفر كانوا يديروها لزادبت تعل السكت لدخلوا في السكت نحكي لك قصة وقول لي معنة هدايا هي أنا مثلا في إيران فما ما يسمى بالبسيج البسيج هذو ما ما يسمى بالجيش الشعبي الجيش الشعبي هذا شنو هذا الجيش هذا معنة البسيج يختاروا أحسن عناصر منهم ويعملوهم مثلا كما نقولوا احنا بشي عملوهم انتحاريين على خطر فما صدام كان يعمل ألغام على الحدود وكانوا يعديوا الحمير على الألغام لكن الحمار وكان يشوف الحمار الآخر فجروا لغم عادش يحب يقدم شنو هذو عملو هذو ما ما يسمى عشاق الشهادة ويتعداوا على الألغام يمشيوا ويتفجروا هما ما زلوا يمشيوا يعني بإيمان قوية شنو يعملو لهم الإيرانيين حكي لك قصة قصيرة هيا شنو يعملو لهم يعملو لهم يحطوهم في مدارس خاصة ما يسمى مدارس يعني عادية يعني مع صحاب وعباد وكل شي ومن بعد في فترة من الفترات يغلطو في التاريخ شنو معناها مثلا هو اليوم النهار هذا هو لا يقولولو اليوم مثلا مش لدوس يوم مش ع 12 ديسمبر اليوم مثلا 11 ديسمبر مباعد شنو يحطو له مخدر في التاي وهو يتخدر يرقد وهو ما وقته يزوه ينقلوه المنطقة هي مع انتا كيف في القصر بتاع الشاه كله بالزجاج وفي حديقة كبيرة ويحطوه غاديكا ويعملو له السيناريو والقصة على اساس انها في الجنة من بعد وقته هو يتأكد من هذاك الشي يقولولو مع انتا تحب تقابل محمد يقولهم اي يمشي ويشوف واحد كيمة اوساط محمد اللي عنده هو في مخه فامتا يقول له كان تحب ترجع للجنة هادية وفما انساع راية وكل شي يعني يعملو السيناريو كامل فامتا مع انتا انت حر مع انتا كيمة نقوله واحنا استشهد شنو من بعد وقته هو يصدق هذه الفكرة هم يعاودي وحطولو المخدر ويعاودي ورجعوه وقتها يقوم يشوف الساعة نتاعه ويشوف التاريخ يترحو كان يقل اه اه الشخص يقولي ما عادش نجم يرقد يحب ينتحر اه وهذا ما شيس خوكي هذي اه يستحقين لك هذا اللي تقصد عليهم كاريم كاريم تعرف نسيت الاسمت علي السكت كان انسكت تضر فيها في جوجل تلقها وقالاودي وخمسين شخص بولادهم انتحروا في مرة واحدة اه اه دوك ومتاع الطمبل دو صلي واعنا خاطل قوغو داحهم دار وما دار لهم شناريو كبير هكاك ولكن وش كان يدير وش كان يدير لسا كتو كل يعرفوا هاد الشي لازم تضرب لازم تضرب في حاجات اللي هوما الاساس انتاع الحياة الاكل النوم كما قلت قبيلا لازم تضرب لازم تضرب لازم تضرب اي اي كي تعطش ولا تتجوه ع الواحد راه يولي شوف اي اخي صمت انت هيو عرفتو سي اي نعرف نعم اللي صم بالطولة 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 يجي واحد الوقت يولي شغول دايخ مغيب يعني مغيب كيفاش مغيب مغيب اي 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 شغول دان زانيتا السجون دي دتنحلي عليه النعاس وتقولو امشي ارواح نزيدو لمشو توقو تغدوات منها راه بالعقل بالعقل راه يولي تقدر تضرب كم سي لابين كمش نقولو الابنوز تقدر تضرب والا تقدر تضرب بيه وش تحب العبادات هي في الاسلام في الحقيقة عبارة على تدريب عسكري يعني بيه 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 واحد يقولو يحب هذاك الواحد ولي دافع عليه بالفعل بيه 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 اذا كما يعملو في الهند يعني تشوف مثلا فيل يعني واقفة بلاسة متحركش يعني حبيت نعرف علاش يعني الفيل متحركش متحركش يقفة بلاسة متحركش قالك مالي يتولد يحطولو في ساقو كما نقولو بولم كحديد كبيرة كل مجيح حركش ومنجم مده كما نقولو وحنا عامين ثلاثة اربعة سنين حتى يكبر بها حتى هو بعدي نحيولو البولو يزوه عادي فمت متحركش هو في البالو ديما البول ما جزالت في ساقين نعم 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 فمت يعني هذا ما حيال يعني حيال حقيقة جدا والإسلام كنشوف معنا العبادات متاعو اللي هي متحوفش الإسلام ما فيهش روحانيات بالحقيقة خلينا من الإسلام الصوفي وغيره فمت يعني هو فيه كنديسيونمون يعني واختش تقوم واختش ترقد كيفاش تعمل تدخل بيدك ليمين تدخل برجلك ليمين تاكل بيدك ليمين تدخل مع أنتك كل شي منظم هذا ما ميمرطش الإنسان سي سي بينشو هذا راهو تعتبرو ملخص تعال كاملو وش كلنا قولو مقبيلة تفتيت الفكر كل شي كاملو وش كلنا قولو وهك تلقى المرض ومرض جديد على خطر بكري في وقتي أنا كي كنت صغيرة ما كانش هذي كتا تأكل باليد ولا ترقد باليد ولا تغسل بهذه كل ما كانوش هذو الأمور كانت تقاليد تقاليد العيد ومناه والسلام هارا باي مثلا عيد الكبير اللي يسمى عيد الأضحى قامت عيد الأضحى ما تشوفش هذك هي عمل البسيكوز على الولاي دا وقت تطبح قدامه علوش صغير مثلا أنا وقت كنت صغير ما أنت يجيبه العلوش قبل الجمعة ولا الجمعتين ونتعود عليه كل شي بعد يضبط ويعني نتغشش هذي فيها كلمة لغيسك وشكون اللي يقدل أنه يحبس يشري ويقول لجيرانه أنا ما نشريش ما عنديش ضرعهم وكي يجيبوله الحم يقولهم كل واحد يقول أنا ما نحبش يجيبولي على وجهي لازم وشكون اللي يقبل يبدأ خطر لازم واحد يبدأ وعشرة يبدأ ومئة يبدأ والدولة يلحبت تضحية سيمبوليك لموتان دو پايي وعلى ما يديروهاش وعليش كل واحد لازم له المشكلة للا دو طالما عايشين مع بعضهم في الزخوات تضحية تضحية لله أنا نكلم فيك على الوليد الصغير تضبح قدامه خطر نعرفه في العالم أجمع يضبح الجزار يعني في البتوار بعيد على الوليد الصغير ميشوفوهش للصغير ميشوف الصغير خطر عليه انها يشوف تضحية المسلمين اللي رامي سمعونا نجوبك من فرنسا من فرنسا أطفال اللي عايشين في لفرم كيفاش نقولو لفرم في البلد يا هاك في الريف والعائلات التي حم عندهم يعني الحيوانات و من لحين الأطفال هذوك يشوفوا والديهم يضبحوا لكوشون ميشي هو ميضحوش لكوشون يقتلوه 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 لكوشون يبدأ يعيط يقتلوه يبدأ يعيط يبدأ يدير اللي بوي يسون تخوماتيزي يسون تخوماتيزي سا ديغ سوا يسون تخوماتيزي سوا هوم يولفو ويقولو يقتلو مالالخروف كيف كيف الطفل صغير يتخوماتيزي ولي هو كي يقدر يذبح ما يخافش يعني ينحي هذي كلامباتي اللي كانت عندو مع الكبش ولا تقعد عندو لامباتي ولي ما يحملش الذباحة لا ديد سوا بس وعلش ديت الإكزامبل تعل الحلوف باش نقول اللي الطفل ما عندوش دين راهي كيف كيف أكل راهو يتدرب عندو مالباتي ما يحملش الحيوان كيموت ومن عام من عام كيشوفها يختار سوا يكمل ما يحملش سوا ولي يحمل بسح تنقص منه هذيك العاطفة فهمتك طي الحقيقة المواضيع ياسر كبيرة مرجان يعني وعبيث يعني جدا شيك احنا اكثر من ساعة في النقاش فهمتك انتي معنتها اتصلت بيا حبيت معنتها تعمل مقابلة مع كهنة اللي تعديت في الحلقة اللي قبل صحيح ولا صحيح على خطر عجبتني بزيف وفكرتني في بزيف الأصدقاء صديقات ديالي وحبيت نكلمها كجزائرية أخرى وعندنا نفس العمر وانا يعني بزيف الجزائريين يعني حبيت نقول هذي حاجة جزائريين وشمال إفريقيا الكل نعرف بللي كاين ناس ملاح ماشي كل ناس رأسهم فارغ وليوم رأوا الخوف غالق عليهم أنا نشوف هم الكل هم ملاح طيبين في الأصل غير كما قلت الخوف يعني مبهمين مجهلين هم وعندهم الشخصيات وعندهم الحيلة ويعني ما نقدرش نخمم غير علال اللي تكلمت معاهم بالبالتولك وسبوني وما ما يسبوني أنا رأنا يقول باللي رأوا يتكلم بفم مستعار هو مراش يتكلم فمه مستعار حتى اللغة مستعارة ما يعرفش نفسه ما يغيبنيش الحال منه دون كوي كنت حابة نتكلم معاك هنا ويعني خطر عجبتني وحبه ثانين وانتي معنى حذرة المقابلة يعني اللي عملتها يعني شفتها المقابلة يعني مثلا كهنة طرقت لبعض الأشياء مثلا أنا معنتها شخصيا صدمتني فهمت صحنا لقيتها شجاعة شجاعة طفل شجاعة رغم اللي معنتها شجاعة أنا مذابية أنا ملقيتش وقت الأسبوع هذا بش نحتي معاها أما مذابية كانت حب معنتها نعمل موعد مع بعضكم خطر عندها بعض جوانب اللي مثلا كما تقول لك أنا نفركس على مسلم إنساني قلت لها مستحيل تلقى منسل حقيقة حقيقة ولكن هي راهي في 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 غار الغولة هي راهي في كرش الغولة هي راهي هذك 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 كفش أقوله الماسافة اللي تكلمت لك عليها ما عندهاش راهي في الوسط ما عندهاش هذك الماسافة هذك عليش أنا قلت لها أخرش أخرش ورغم هذا كل شي على ذي كان أنا نقوله بالديرية نستعرف بها نستعرف بها عجبتني بزاف على خطر من الوسط وعندها الذكاء هذي إنسانة ذكية أكثر من المعدل على خطر بالذكاء أتحها وحده لقات أجوبة آلوك راهي ما عندهاش هذك الماسافة هذك وهل معقول يعني إنسان يقعد حتى 50 سنة ولا 60 سنة ولا يموت وميعملش الجنس ممكن ممكن أنا حابيت نسى بك سؤال هل يموت فيه الرغبة الجنسية تموت فيها ترقد ترقد ولا تموت ترقد ووقتها يعمل الجنس يرجع عادي ولا مش عادي يرجع عادي يرجع عادي وإنتا قلت لي ما نقدرش وما نعرفش منه أحكم أحكم واحد وديرو في حبس حبس يقدر يعمل الجنس يعمل الجنس وما هذك الشي أنتا أحكم عارف ولا مكش عارفي لا 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 في حبس في سلول وحده يعمل معه وما هذك اللي قال لك باللي الجزائري اللي في الزائر ما يعملش معه روحه يعني كلهم عايشين بالمستربation مش أشكو أنتا تقدر تقول لي اليوم أنا سيشغ هني عارف ما هذي 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 النقطة مستحيل يعني مثلا هذي النقطة مستحيل إنسان يعيش حياته كاملة على المستربation يعني شو معنا مستربation يعني عمره ما بش يعرف شنو الجنس خطر أنت تعرف اللي الجنس عاجة أنا حبيت نقول لك برك باللي مستحيل تقول أنت باللي مستحيل أولا ما تقدرش تعرف خطر هذي مثلا الإنسان ما يقدرش يقولها لك أنا حكمت على كلامها على حكم يعني مثلا توابه تقول لي تعمل وحده أوكي ولا يعمل وحده ولا فهمت طو مثلا بهي بالنسبة للراجل يمكن تتعدى فهمت أما بالنسبة للمرأة خمسين سنين وما زلت بياغج أسمع لي مليح تقولت ما لازمش تكون وحدها لازم معا واحد لأ حتى ولو تعمل وحدها على الأقل معتش عذراء نحن عذرية متاحة شوف شوف كريم أنا في هذه الأخت شاهي ناس كانت قالت لك كلمة وكنت تتاكور معها تعمل الجنس مع واحد اللي انت طايح في قدرك هذي اللي انت خليت لها تدرتها حاجة يعني أهم أنه يعني تعمل جنس مع أي كان أنا هذا كش نشوف وانت هذين هذين نقدرون نكونوا مختلفين أنا مختلفة معك عليش تماما على خطر لك الواحد ما يعجبنيش ما نقدرش على أقل على أقل أسمعني حتى واحد ما يعجبك حتى لأخر عمرك وتموت وما تعملش الجنس ندير ما شوف شوف كيف قالت لك اللي انت ما يعجبكش شوف كيف قالت شرمك كينزوج طارق مع واحد ويعجبك مع واحد وما يعجبكش وهي اختصاب لا مش ما يعجبكش نقصد يعني مع انت مش لازم يكون في يعني مثلا الانسان يحط ياسر شروط فانت يقول لك لازم يكون فيه هذوك الشروط فماشي لا 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 الشرط هو تعليف الفيرومون الفيرومون يعني الجاذبية يا تكون هذيك الجاذبية يا ما تكونش وكيما قلت وي مستورباسيون أو جاذبية أما كاين اللي بلا جاذبية كاين لي حيوانات كاين الرجال حيوانات خطر يشوفوا هذيك المرأة هذيك يعملوا الجنس نشوف كيما يقول أحد الأحاديث من عجل إفراح شهوة الرجل فيها voilà كاين عمل الجنس وكاين الحب كاين كاين لنبي 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 لكن هذا كاين يحيط 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 l'amour c'est pas pareil screenshot ça va pas du tout un homme كاذielle les hommes ils peuvent avoir un rapport ou كاذ Hyper des humains ils veulent pas avoir un rapport ils veulent faire l'amour ce sont deux choses différentes mais l'autre l'autre l'un contient l'autre كاذவ les deux ou كاذ Maine l'autre ailleurs voilà نسميه واحد يمارس الرغبة الجنسية وواحد يمارس الحب بس يمارسوا جنسياً نعم يمارس الحب جنسياً هذا شيء ما مش كيف كيف والراجل التاعنا يعلموا له بالصيف انه ما يمارسش الحب يمارس الجنس برك مش حلم الزواج بالصيف؟ مش حلم الزواج يعسوا عليه يعسوا فيه؟ موضوع كبير هذا مرجع موضوع كبير هاي وي المهم انتي بعملتها موافقة انك نعملوا موضوع ناخذ الموعد ونقل لك وقتاش يمكن نحاولوا الجمعة الجاي فمتا كان انتي عندك وقت طبعاً ولا نشوف ولا اللي بعد وبنا عرشتا نشوف معاها ونعملوا نقاش حول المسألة هاي شنوا رايك خاطر هي قتلي ما عندها في البرايف انها تحب تعاود تعمل مقابلة فهمتا؟ انا يا انا يا قول هكي تكلمها قولها باللي يعني حاجة عاجبتني اني نتكلم معها لا خاطر يعني نحب كي نلاقي الجزائريين كي ما هاك ولا وكينين ولكن نفرح يعني هاي فكرة عاجبتني وانا كنت حبتها اوكي اوكي ما لا تعاون نقول لك انا المهم احنا تول المقابلة هذي وفات اشنوا الكلمة الاخيرة اللي تقولها فمتا وفي الحقيقة جداً مهمة انا بش نخدمها غضوة نحبتها مقابلة ياسر مهمة وفي الحقيقة طارقنا لعدة مواضيع من مدابية فهم جوانب نفسية مدابية نرجعو لهم كي يكون عند وقت نعملوا تسجيلات قصيرة متاع نصعة متاع مصطلحات متاع كلام متاع تفسير لبعض الحالة الموجودة في المجتمع عم بتاعنا ولي لسنا نتخلصوا منها بفضل اقول حبيتني نكمل لك دقيقة ونطفة هاي المصطلحات المصطلحات التاعنا عندنا كلمة بالسيف في الجزائر بالسيف ايه بالسيف هي اجاة من الاسلام ايه وعندنا تبقى وعلى خير احنا نقولوا ذركة باش نقولكم الكلمة نتاعي بالزير يديلي هي تبقى وعلى خير وهي كلمة يعني وما بتصبحوا بخير وهذه الكلمة والتي توجعني اليوم كي نشوف الماضي عليش تصبحوا بخير عليش تبقى وعلى خير يعني شرح كاين حوالينا هاي هذه هي الكلام اللي عندنا احنا في الصغر التاعي دايما نقولوا تبقى وعلى خير تبقى وعلى خير وهذه يعني واقع ذركة وعلى خير تبقى وعلى خير ومن نكره هاش هذي كلمة تاع البلاد الديال احنا اياك كن غادروا كن كونتونسوكيت كن تفارقوا بعضانا نقولوا تبقى وعلى خير فهمتك ما لا تبقوا على خير وتصبحوا بخير ومقابلة أخرى والعقوبة نقولوا بالزيرية العقوبة للماديا اوكي وباسلامة ومع فيديو قادم المرةlaughs شكرا على متابعتكم الفيديو مع الأخت مرجانة اللي أفدتنا كثير في الحديث على المرض النفسي اللي يعيشوه بصفة عامة المجتمعات الإسلامية وخاصة الشمال الإفريقي ومعه مقابلة قادمة مع مرجان بسلامة وتبقى على خير اشتركوا في القناة